خطوات إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية هي جديد الاختراق التي تقوم به إيران من وقت لآخر لإسناد ودعم جماعة الحوث المتمردة مجلس الوزراء الذي عقد أول اجتماع له في مدينة المكلة ضاق ذرعا بهذه الانتهاكات المتكرر بعد ممارسات اعتادت عليها إيران في دعم ذراعها المسلح في اليمن بالسلاح التحالف العربي الذي أطلق أكثر من مرة تحذيرات بشأن تصريحات للسفن غير المصرح لها الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية تلقى هو الآخر بحسب معلومات تأكدات من الحكومة اليمنية بحماية المياه الإقليمية ومنع التدخلات الإيرانية مجددا مصادر في الحكومة اليمنية تحدثت أن 40 سفينة إيرانية دخلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى المياه الإقليمية وتحديدا إلى جزيرتي عبد الكوري وسمحة وترجح المصادر أن هذه السفن لم تزاوي النشاط الصيد بالقدر الذي تزود الجماعة الإنقلابية بالأسلحة المتطورة كالصواريخ التي تستخدمها عناصر الميليشيا لقطع طريق الملاحة الدولية في باب المندب يعزز هذا الرأي استهداف البارجة الأمريكية يو اس اس ماسون وقبلها استهداف السفينة الإماراتية سويفت في باب المندب كل هذه العمليات في البحر امتداد لمشروع إيران في اليمن على البر والذي يضعها في دائرة الاتهام مباشرة ويكشف تكثيف تدخلاتها في اليمن لدعم جماعة الحوث المتمردة وهو ما دفع بالحكومة إلى العزم لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي جراء الانتهاكات الإيرانية المتكررة